سورا نبات آيات جوليش روكو دوي عبادنا مقات نبات عرضا شمات بابابر بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وَالْجِبَالَ أَوْتَادَ وَالْنَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا بَوْقَكُمْ سَبَعًا شِذَادًا وَجَعَلْنَا تِرَاجًا وَهَاجًا وَأَعَلْنَا تِرَاجًا وَهَاجًا أَعْزَلْنَا مِنَ الْمُعْسِرَاتِ مَا أَعْتَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَادًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلْقَاضِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَغُكُونَ فِيهَا بَرْدَوْا لَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَلَّبُوا بِآيَا دِنَا كِلَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنَّ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَبَوَعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسَنْ دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْا لَا كِلَّابًا جَجَاءً من رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَان وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُولُ الْرُوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا صَفَّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَذِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ فَمَا شَاءَتْ تَخَذَ إِلَى عَرَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْذُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي قُمَدُ التُرَابًا ترجمة نانسي قنقر